المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة إلا دعاة خير وسلام ومهمتهم هي فقط الدفاع عن المدنيين وحماية المدن التي يأتيها الجيش ليدمرها ويقتل أهلها وليس ليلاحق تجمعاتهم ويصادر أسلحتهم هذه الصور لا تعرضها ولا تتعرض لها أخبار الجزيرة فهي تعمل على مبدأ ما حد بقول عن زيت عكير وعلى ذلك بات ما يعرف بالجيش الحر يقول مراقبون محسوبا على الجزيرة ومحسوبا على العربية وعلى كل محطة تسوق له وتلمع صورته وتنفخ في بالونه حتى ينفجر فلم تعد بذلك المعارضة وحدها من توصف بالمسلحة بل إن الإعلام أيضا صار اسمه إعلاما مسلحا بكل معاني الكلمة ومقاصدها يضيف آخرون منذ بداية الأزمة وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم يتم سماع شاهدا واحدا على الجزيرة أو غيرها يتحدث عن حصار الجيش السوري وقصفه للمدن إلا وكانت راجمات الصواريخ على رأس وفي مقدمة الأسلحة المستخدمة على قول الشاهد فكلهم يقول الجيش يقصف مدينة كذا براجمات الصواريخ ويدك قرية كذا براجمات الصواريخ وكانت المحطات طبعا تعيد وتكرر وتتبنى المعلومة على أنها واقعة وحاصلة فعلا إلا أن واحدا من أواخر الشهود على الجزيرة اكتشف أن الجيش السوري قد استخدم راجمات الصواريخ لأول مرة منذ بداية ما سماها الثورة في أحداث حلب الأخيرة أي أن الجيش السوري وفق كلام الحلب لم يستخدم راجمات الصواريخ قط إلا في حلب لأنه يحس بخطورة وضعها طيب للتوضيح أكثر ولمن لا يعرف فإن بحثا بسيطا على الإنترنت عن أمثلة على راجمات الصواريخ يبين أن هذا هو شكلها وهذا هو حجم وشكل الصواريخ التي قد تقذف منها راجمات الصواريخ هي سلاح له أهداف محددة في العلوم العسكرية فهو نوع من المدفعية الصاروخية غير الموجه يكمن الدور الرئيسي له في تدمير مصادر النيران وقوات الدفاع الجوي للعدو وتدمير التشكيلات المدرعة في مختلف أعماق ميدان القتال عن طريق إطلاق حجم كبير من النيران في وقت قصير جدا وعلى أهداف حيوية وفي توقيتات حرجة بالنسبة لتطور أعمال القتال يعد تأثير راجمات الصواريخ شديد التدمير وعلى ذلك فإن جيشا كالجيش السوري يدخل مدينة كمدينة حلب تعد عصبا اقتصاديا لكل الدولة فإنه حتما لا يريد تدمير الأهداف الحيوية فيها ولا يهدف إلى تخريب مرافق الاقتصاد والتجارة فيها يستغرب مراقبون ويستغربون أكثر عندما لا يقوم أي من الخبراء العسكريين الذين يستضيفونهم بتحليل هذه الشهادات وغيرها يضرب كفا بكف متابعون